تعريف الأطفال الخدج متى أقول على أن هذا الطفل خديج أو ولد قبل ولاته تعريف ديال الطفل الخديج على حسب أسابيع الحمل يعني الحمل تكون بين 37 أسبوع و 42 أسبوع يعني الطفل الخديج هو اللي تتولد قبل 37 أسبوع بغض النظر على وزن الطفل يعني يقدر يكون عندي واحد طفل اللي تولد مثلا 35 أسبوع عنده 3 كيلو هذا يعني أنه خديج يعني أسانوات الحمل هي اللي تتحدد لنا أسابيع الحمل أسابيع الحمل هي اللي تتحدد لنا تتعرف لنا الطفل الخديج هناك العديد من الأنواع ديال الطفل الخديج كان الطفل الخديج اللي الخطورة دياله طفيفة تتكون بين 37 أسبوع و 32 أسبوع والطفل الخديج اللي تتكون الخطر متوسط يعني بين 32-30 أسبوع و 28 أسبوع ولي يكون الخطر كثير بين 28 أسبوع و 22 أسبوع هذا مهم نعرفه هذا الخطر لأنه كل واحد فيهم تتكون عنده تتعرض لبعض المشاكل من جميع من الأعضاء دياله اللي قد يتطرقوا عليها لأنه هذا الموضوع مهم جدا لأنه كل مرأة اللي تتعرف أنها رأسها حملة ستتعرف أنه وخال حمل تكون تدوزمزيان ما كانت تشي مشاكل كان احتمال أن هذه الولادة تكون مبكرة ويتعرض لهذا الأخطر يعني ستتعرف شنه هو الطفل الخديج شنه هو الأسباب لتتخلي أن هذه الولادة تتكون مبكرة شنه هو المخاطر اللي تتعرض لهذا الطفل الخديج وشنه هي العناية من ناحية الطاقم الطبي والعناية اللي تقدر هاد الأم تتعطي للطفل ديالها سواء في داخل الطاقم الطبي أو لا في المنزل ديالها